مشاهدينا ومتبعينا من خلال الشاشة قناة للنادي الأقلي كابتن محمد يوسف ببريك لك كابتن يوسف بأكد على كل القام معاك السينيروهات مختلفة وكل مباراة لها أجواء وظروف من إصابات وعودة لعبين ببريك لك ورؤية مميزة لأن لسه لسه الأمور كتيرة أو لسه بدري أوه كابتن يوسف الحمد لله نزام قلت لك يمكن لسه لسه في أسابيع الحمد لله مبروك النهاردة ماتش صعب احنا يمكن صعب نعال نفسنا شوية لأننا كنا ممكن من الأول خلص كنا نخش المبراءة أقوى من كده ونقدر نحنا فريق جيش عنده مصطفى محمد قدام وبقيت اللعيبة كلها تسعة وراءة لكن احنا اشتغلنا كويس اشتغلنا يعني كان رتم بس محتاج يبقى قازية شوية في التلت الأخير كل ما بتخش في التلت الأخير لازم يبقى رتمك سريع ولازم يبقى أدائك سريع تفكيرك سريع سواء تعمل دريبل أو الباص أو حتى الواحد ضد واحد اي تصرف لازم يبقى سريع في التلت الأخير الحمد لله قدرنا نتقدم بهدف بعدين كده ضرب الجزاء وبعدين قدرنا الحمد لله جاتلنا ضرب الجزاء وبعدين بعدين كده بهدف عالمعلوم في النهاية مبرز صحبة في ضغوط في ضغوط على اللعيبة موجودة جدا وماضحة جدا حتى في بعض البصات وبعض التمرات لكن انا بحايل اللعيبة ان احنا مفقدناش الامل للدقيقة الأخيرة بنحاول وعلى طول عندنا ثقة وإحنا حتى برة بنكلمهم ان احنا عندنا ثقة هنجيب جون هنجيب جون هنجيب جون بعد ضرب الجزاء ما ضعت بردو هنجيب جون دي مهمة جدا مهمة جدا شخصية النادي الأهلي تظهر رغم ان احنا ضاعنا وممكن كان يهيأ بعض الناس ان خلاص قفلت مع النادي الأهلي النهاردة لكن احنا لآخر صفارة عندنا أمل الحمد لله انا بحييهم النهاردة والحمد لله مهمة جدا تلت نقاط زي ما بقول نضيفهم هننسى المباراة وخش على النجوم ان شاء الله لكن انا بقول من دلوقتي متوقع ان السيناريو بتاع النهاردة يبقى موجود يوم النجوم ولذلك انا بقول لعبتنا من دلوقتي ان احنا لازم نحض نفسيا ان فيش مباراة سهلة احنا خدنا النهاردة تلت نقاط ولعبنا قدام الزمان بتلت نقاط قدام اي نادي من لعبه بتلت نقاط لكن انا بقول الحمد لله النهاردة يعني محطة وخلصناها فضلنا ست متشاط لابد ان احنا نركز فيهم كويس جدا وكل المباراة على حدة بتلت نقاط ان شاء الله فالنيا ندخل الملعب اما بنلاقي الفريق المنافس او الخصم بيقفن في نص الملعب ومفيه زون ديفنس ده فالنيا بتطلب منكم مجهود لان بيبقى في تغيير خطتي مستمر في ارض الماء اصعب حاجة ان انت تحل في اخر 30 متر لما بتلاقي 9 لعيبة وقفين في اخر 25-30 متر دي اصعب حاجة ولذلك يمكن الهدف اللي احنا احرزناه اللي هو اللي جابه ازاره وكانت كورة على طول صلح جمعة رح حاطيتها على طول في المساحة اللي خلف المدافعين لجرالدو جرالدو عملها بدماغه لازاره فلما بتلاقي فيه مساحات هو ده لكن لما طبعا فريق بينزل وبيتكتل في اخر 30 متر او 25 متر بيقى فيه صعوبة شوية في الحلول ولازم يبقى عندك ريتم زي ما قلت لك سريع جدا في اخر 25 متر وقرف سريعة سواء دبل باس او سبرينتات يعني لازم الاداء يتصف بالسرعة في اخر الامتار الاخيرة لكن الحمد لله النهاردة مستر لازارتي تغييرات كانت موفقة جدا يمكن تغييرت ياسر ابراهيم عشان تزاود الكسافة احنا هنا المباراة بست لعيبة مهاجمين وخلف المهاجمين يعني انت عندك جونير وعندك ازار وعندك صلح جمعة وعندك رمضان صبحي وعندك حسين الشحاءات كل العيوة دي ووراهم كان السلائية مستني فطبعا خلاص انت بتعمل الرزق الاعلى عشان ترجع الى المباراة والحمد لله وفقنا الحمد لله المهم جدا ربنا بيوفق اللاعبة وبيوفق الجهاز لانه فيه اخلاص فيه اخلاص مع اللاعبين واخلاص كمان من الجهاز الفني منتابع بشكل مستمر على كبتن يوسف فيه اخلاص وفيه انكار ذات بشكل كبير جدا عشان كده ربنا بيكرم النادي الاهلي الجهاز واللاعبة ربنا بيكرمهم تاني عشان خاطر that ككريم الاخلاص والانكار الذات والأحجات اللي لا تعودين عليها في النادي بالان لها وتربين عليها في النادي للأهلي بيقل حاولينا حجات كثيرة واحدة كثيرة لكن اللي تربى في النادي الاهلي واللي عارف الليان ينägي ق وبصف النتين ولا نتحدث عن الحاجات الن butcher ولا نعرف Under Conan له والتلاتة والتلاتين زي ما ربنا يكرمنا ان شاء الله فاللي انا عايز اقوله ان احنا الانكار الزات وحب وكلنا كمجموعة وشغالين بادينا وبسناننا وبنشتغل فردي مع اللعيبة ايا كان سواء انا ولا سامي امصان ولا ولا سبستيان ولا طرق سليمان ولا ساد عب حفيز حتى كراجل مدير كورا وحاجات الادارية معه كمان دعمه سندته المستلصارتي كله الجهاز بيشتغل احمد سليمان كلنا بنشتغل انا مش عايز اتكلم كتير لان دي عادتنا وهو ده تقاليدنا هو ده العادي في النادي الاهلي ان احنا بنشتغل لهدف واحد بس ان النادي الاهلي اسمه يترفع فوق ويكسب بطولات فما عندناش اي حسابات اخرى